اعادة التفكير في السياحة هو شعار هذه السنة لليوم العالمي للسياحة الذي كان فرصة ذكر فيها وزير السياحة بضرورة وضع تصور جديد يساهم في تطوير القطاع والدفع به قدما مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة لهي فرصة لنا جميعا لإعادة التفكير في مفهوم السياحة وفقا لشعار منظمة العالمية للسياحة وهو مفهوم يقتضي من التدبر ماليا في السياحة كحق للمواطن حيث ما كان وإنما وجد ومن أفضل من السياحة لترسيخ هذه القيم الإنسانية العالمية والحفاظ عليها والتي نعتز بالعمل على تجسيدها على أرض الواقع حيث أنها تأتي في انسجام تام مع السياسة العامة المحددة للقطاع السياحي في الجزائر وضمن نفس المنظور الذي التزم به السيد الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في التزامه 19 وكذلك تبنته الحكومة في خطة عملها حيث تهدف إلى جعل السياحة رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد الوطني بل وحتى بديلا لقطاع المحروقات على المدى الطويل أكثر من 58 مؤسسة فندقية جديدة تدعم بها القطاع بالبلديات الساحلية بطاقة استيعاب تجاوزت 7 ألاف سرير مما سمح ببلوغ أكثر من 97 ألف سرير على مستوى الولايات الساحلية مع تسجيل أكثر من 11 مليون سائح تشير الإحصائيات الأولية التي إلى أزيد من 11 مليون سائح وطني وأجنبي توفدوا على الولايات الساحلية الأربعة عشر وأقولون سائح حيث أن المصطفين تجاوز عددهم من 120 مليون على مستوى كل الولايات البلديات الساحلية كما أن الإحصائيات تجعلنا نستخلص أن القطاع السياحي بمختلف أنشطته المرتبطة بموسم الاستياف سواء من قريب أو بعيد قد سجل خلال هذا الموسم رقم أعمال تجاوز 200 مليار دينار جزائري وهو خلال موسم الاستياف فقط وهو رقم يبعث على الارتياح اليوم العالمي للسياحة كان فرصة لتتويج مختلف الفاعلين من أصحاب الفنادق وقرى سياحية ساحلية على إسهامهم في إنجاح موسم الاستياف بعد سنتين من الركود بسبب جائحة كورونا